في مبادرة منها لدعم المبدعين وتشجيعهم على التمييز في شتى المجالات قامت جمعية شباب الكويت الوطنية بتكريم عدد من المبدعين خلال فعالية أقيمت تحت عنوان أمل الكويت بشبابها بهذه المناسبة قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أمل لحمود أن هذه الفعالية هي الأولى التي تنظمها الجمعية حيث تم اختيار 17 شابا من بين 200 لتكريمهم على إبداعاتهم نحن مختارين اليوم من فئة 200 شاب كويت وكويتية 17 شابة وشابة أكرمهم اليوم على إبداعهم وتمييزهم اللي قاموا فيه فاليوم إن شاء الله فعاليتنا هذه الحين ونتمنى لهم كلهم التوفيق وإحنا إن شاء الله الفعاليات الجاي مستمرين هذه أول فعالية الحين أقوم فيها بجمعية شباب الكويت الوطنية ومستمرة إن شاء الله ما راح تكون الأولى ولا الأخيرة شكرا